أكبر عملية توزيع للسكانات بولاية وهران الأسبوع الداخل العملية التي تحضر لها السلطات المحلية تخص أزيد من 26 ألف وحدة سكانية في مختلف الصياغ عبر مختلف بلديات الولاية الحصة السكانية التي سيستمر توزيعها إلى غاية شهر أوت الداخل تتضمن توزيع 12 ألف سكن عمومي إجاري منها 8 ألف وحدة بوادي تليلات و1000 وحدة ببطيوة و763 بمنطقة شكلاوة ببلدية الثانية و700 على مستوى حي رابح بمصر غين و500 مسكن بكل من بلديتي بوسفر والعنصر بالإضافة إلى 300 بمنطقة شهيرية بعين البيا و200 مسكن بكل من بلديتي حاسي مفسوخ وسيدي بن يبقى كما تشمل توزيع 14 ألف وحدة في صغة البيع بالإيجار عدل بالقطب العمراني أحمد زبانة ببلدية مصر غين و227 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم منها 175 ببلدية المحقن و52 بالقطب العمراني ببلقايد ببئر الجير قطاع السكن عرف خلال الفترة الأخيرة حركية كبيرة مكنت من إنهاء المشاريع العالقة وتسليم ما يفوق 100 ألف وحدة بمناسبة الخامس من جوليا على الرغم من الوضع الاقتصادي والصحي الذي تعيشه البلاد